بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء حديثنا في هذه الحلقة عن شاب من الأنصار كان له حلم عظيم كانت له أمنية راقية ليست كأمنيات شباب من شباب زماننا الكثيرين يعني في مجتمعنا المعاصر كان يحلم بالشهادة في سبيل الله كان يحلم ويرجو ربه أن يبلغه منازل الشهداء وأن يحلق معهم في أعالي الجنان إن حديثنا عن الصحابي الأنصاري الشهيد المجاهد حارثة ابن سراقة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه حارثة ابن سراقة أنصاري من بني النجار بن النجار أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف بطون الأنصار قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل في ديار بن النجار قال أنزلوا على بن النجار أخوالي عبد المطلب أكرمهم بذلك وكانت هذه لحظات سعيدة في حياة حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه حارثة ابن سراقة نشأ في بيئة عريقة فأمه هي الربيع بنت النظر الأنصارية الصحابية الجليلة الفقيها وخاله الصحابي الجليل أنس بن النظر الذي استشهد في أحد وزوجة خاله مالك بن النظر هي الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله عنها وأرضاه وابن خاله هما أنس بن مالك والبراء بن مالك عليهم جميعا رضوان الله تعالى فشب حارثة رضي الله عنه وأرضاه في هذه البيئة المؤمنة مع هؤلاء الرهط الكرام الذين كانوا لا يتركون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتمر الأيام ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم حارثة ذلكم الشاب الذي غمس في الإيمان غمسا الذي كان الإيمان يعني علاماته ظاهرة على وجهه في تحركاته وظاهرة في تصرفاته وفي كلماته هذا الشاب الذي عاش طيلة أيامه صائما ما كان يفوته قيام الليل أبدا في ليلة من الليالي حتى أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة التي كان يحلم بها وفي يوم من الأيام كما في رواية الطبراني والبيهقي وغيرهما أن حارثة رضي الله عنه وأرضاه بعد صلاة الفجر لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلكم الشاب الجميل البار بأمه نسينا أن نتكلم عن بره بأمه وتعلقها به حتى كانت تقول يا رسول الله لو تعلم موقع حارثة من قلبي كانت تحبه حبا شديدا فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يوما في بعض طرقات المدينة فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلاطف الشباب يقف معهم ينحني ويدنو إلى أعمارهم وإلى سنهم يتألف قلوبهم يكلمهم بهذه الكلمات الرقراقة الحانية يطمئن على أحوالهم هذا يرفع الإيمان وحده في نفوس الشباب هذه رسالة للعلماء والدعاة ولصناع الأجيال قف مع الشباب تكلم معهم تبسم في وجوههم تهشش أمامهم كن لين الجانب مع هؤلاء انظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقف مع حارثة الذي هو في السادسة عشر من عمره فيقول له كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ فيرد حارثة ردا عجيبا فيقول أصبحت بالله مؤمنا حقا ما هذا الرد العجيب؟ أنت إذا سألت أي إنسان أو أي شاب ما حالك؟ كيف أصبحت؟ عامل إيه؟ سيقول لك الحمد لله بخير أما حارثة رد ردا عجيبا كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال أصبحت بالله مؤمنا حقا وكأن هذه الكلمات تصور لك حالة حارثة النفسية تصور لك مشاعره وكأنه يطير في الهواء من الإيمان الذي يغمر قلبه هذه حالة لا يعرفها إلا من ذاقها هذا حال من كان يعيش مع الصيام والقيام وعبادة الله وقراءة القرآن كأنه يطير في الهواء كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال أصبحت بالله مؤمنا حقا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حارثة انظر ماذا تقول فإن لكل قول حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يتجاذب معه أطراف الحديث يعني أخبرني يا حارثة بالدليل على أنك مؤمن بالله حق الإيمان فقال يا رسول الله أصبحت بالله مؤمنا حقا فقال يا حارثة انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد عزفت نفسي عن الدنيا أي زهدت في هذه الدنيا وأبعدت عن ملذاتها وشهواتها قال يا رسول الله لقد عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي أي أضمأت نهاري بالصيام وأسهرت ليلي بالقيام قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لكل قول حقيقة فقال حارثة يا رسول الله والذي بعثك بالحق كأني أرى عرش ربي بارزة وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضاغون فيها يعني يصرخون فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عملت لذلك يا حارثة قال عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري أي بالصيام وأسهرت ليلي أي بالقيام فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فرحا بهذا الشاب المؤمن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أشباهه إن ربك ليعجب من الشاب لا صبوة له أي إن الله يعجب الله يعجب من الشاب الذي لا يميل إلى الهوى والمحرمات لأن الشاب في هذه الفترة السنية بين جنبيه شهوة ثائرة متوقدة وميل إلى الشهوات قال الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فيفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بصنعة يده بحارثة هذا الشاب الذي في السادسة عشر من عمره لم يبلغ السابعة عشر قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري أي بالصيام وأسهرت ليلي أي بالقيام فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الحانية في صدره ضربة فرح وقال يا حارثة أبصرت فلزم شفت الطريق استمسك به يا حارثة امسك في الطريق اللي انت شفته ده يا حارثة قال أبصرت فلزم ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم عبد نور الله تعالى الإيمان في قلبه عبد نور الله تعالى الإيمان في قلبه ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف قال حارثة يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وتمر الأيام ويأتي شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه للقاء المشركين في بدر ويأخذ معه من كان ظهره حاضرا وهنا يجد حارثة ضالته لعله يرزق الشهادة التي كان يحلم بها ويرجوها من الله سبحانه وتعالى يقول أنس بن مالك كما في رواية البيهقي فكان حارثة ابن صراقه ابن عمتي أول فارس ركب وخرج حارثة وأمه كأني بها وهي تودعه دموعها تخرج من مآقيها على خدودها تبل الثرى فإن ولدها البار الملسق بقلبها فالذة كبدها لم يذهب إلى نزهة لم يخرج في رحلة إنه ذاهب إلى أمر ربما يترتب عليه حرب وقتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يعلموا أن الأمر سيصل بهم مع المشركين يوم بدر إلى القتال خرج حارثة رضي الله عنه وأرضاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوكل النبي صلى الله عليه وسلم له مهمة كما عند البخاري وغيره جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظارا يرقب للمسلمين حركات المشركين وبالفعل يقول أنس بن مالك كما في رواية البخاري وغيره خرج ابن عمتي حارثة ابن سراقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما نظارا فرمي بسهم غرب فأصيب أخرج رجل سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوس ورمى بالسهم ليذهب السهم بحارثة إلى أعالي الجنان يقول أنس بن مالك فوقع السهم في ثغرة نحره وقع في هذه المنطقة وقع السهم في ثغرة نحره فقتله وقع حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه اختلف هل هو أول من قتل يوم بدر أم مهجع مولى عمر بن الخطاب ولكن أنس بن مالك يقول فكان حارثة ابن سراقة أول فارس ركب وأول فارس استشهد يوم بدر رضي الله عنه وأرضاه وقع حارثة مجندلا في دمائه وطار خبر موته إلى المدينة طار خبر موته إلى أمه الربيع بنت النظر الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها فكأني بها تنطلق انطلاقة تسابق أقدامها الريح تخرج من ديارها في المدينة تذهب إلى أرض بدر وكأني أسمع ضربات قلبها وكأني أرى الدموع تنهمر من المآقي تبل الثرى وكأني أراها وهي تشق صفوف المقاتلين شقا تبحث عن ثمرة فؤادها وفلذة كبدها تبحث عن حارثة الشاب الولد الحنون البر بأمه عليه رضوان الله تعالى فتجد الخبر حقيقة وليس الخبر كالمعاينة ترى ولدها مجندلا في دمائه فتغوص بأقدامها في دمائه البريئة وتحتضنه فتختلط دموعها بدمائه الذكية رضي الله عنه وأرضاه ثم تلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول كما في رواية البخاري يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة لقد علمت موقع حارثة من قلبي والذي نفسي بيده إن كان في الجنة صبرت واحتسبت الله أكبر على الإيمان الله أكبر على هذا الجيل الذي صنعه الإسلام صنعة ربانية برجاله ونسائه وشبابه وشيوخه وأطفاله الجنة هي الحلم الذي يسعى إليه كل هذا الجيل فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة لقد علمت موقع حارثة من قلبي إن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كانت الأخرى لا يرين الله مني ما أصنع قال وماذا تصنعين يا أم حارثة قال أجتهد عليه في البكاء حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى فقال لها صلى الله عليه وسلم بنبرة كأني أسمعها تختلط فيها نبرة الحزن مع نبرة الفرح ونبرة السعادة بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من مآل حارثة فيقول لها يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان كثيرة وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فقامت وهي تضحك وتقول باخن باخن لك يا حارثة باخن باخن لك يا حارثة أي هنيئا لك يا حارثة الله ما أجمل هذا الجيل هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان بحق الأم يموت ولدها الأم يموت ولدها ويطمئن قلبها لما علمت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الفردوس الأعلى مهما ذهبت بخيالك لن تستطيع أن تتصور ما أعده الله تعالى في الفردوس الأعلى قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حسبنا أن نخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفردوس فقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن يموت حارثة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سكان الفردوس الأعلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي أخراجه ابن أبي عاصم وغيره بسند صحيح قال ابن مسعود إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربهم فقال يا عبادي ماذا تشتهون قالوا يا ربنا ما فوق هذا شيء فقال سبحانه وتعالى ماذا تشتهون فكرر عليهم ربهم سبحانه وتعالى ثلاثا فيقولون في كل مرة ما فوق هذا شيء فقال ربهم سبحانه وتعالى في الرابعة ماذا تشتهون فقالوا ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا وهكذا بقي حارثة رضي الله عنه إلى يوم الناس هذا في عالم البرزخ يحلق مع الشهداء في الجنة ويأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتبقى أرواح الشهداء منعمة في برزخها حتى تعود إلى أجسادها يوم القيامة رضي الله عنك يا حارثة بن سراقة وعن الصحابة أجمعين والله أسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وانتظرون في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة صحابة العظماء لم تسلط عليهم الأضواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته